السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذا الفيديو الجديد والليك تعلقنا طبعا بالامتحان الموحد طبعا المحلي القاسم السادس ابتدائي طبعا المادة هي الجماعيات جميع المكونة التاريخ طبعا عشر نقاط الجغرافية عشر نقاط ثم التربية المدنية عشر نقاط إذن نخذوا قلمة طبعا أبناء قلمة طبعا ورقة مزدوجة وضبطوا الوقت على 45 دقيقة وأجيبوا عن الأسئلة وقعدنا امتيحان زائد طبعا في الأخير تصحيح مع الشرحي المفصل لهذا التصحيح نعم نشر على بركة الله أعطونا هذا الرموز هذا هو أما أسمي الرموز التالية نقطة واحدة طبعا هذا الرمز ماذا يمثيل وهذا الرمز ماذا يمثيل طبعا وهذا الرمز ماذا يمثيل ثم هذا الرمز ماذا يمثيل هذا طبعا متعلق بالدرس الثاني أحدد الأنشطة التي تعاطى إليها إنسان العاقل قديما ما هي الأنشطة التي تعاطى إليها الإنسان العاقل قديما نعم طبعا نشطة الأنشطة أو نشاطين على الأقل يعتبر الجواب صحيح ثم عدنا هنا سؤال الثاني أين تم اكتشاف البقايا العظمية بالمغرب الذي يرجع عمرها إلى 300 ألف سنة إذن أين تم اكتشافه في المغرب هذه البقايا العظمية نعم الثاني عدنا واحدة وضعية الانطلاق لأن ترقمنا مارس الأمازيغ أنشطة اقتصادية متنوعة وكانت لهم معتقداتهم الدينية الخاصة وخلفوا بعض الآثار نعم هنا أعطي بعض الأنشطة الاقتصادية التي مارسها الأمازيغ قديما أعطي بعض الأنشطة الاقتصادية التي مارسها الأمازيغ قديما نمر إلى السؤال الثالث أذكر اسم مالكين أمازيغ قديم نعم مالكين أمازيغ قديم كان مشهورا سؤال الثالث أذكر المعتقدات التي كانت سائدة في المغرب القديم أذكر المعتقدات التي كانت سائدة في المغرب القديم لاحظوا عندنا ثلاث أسطور بمعنى أن ثلاث معتقدات كانت سائدة طبعا نمر إلى السؤال الرابع أعطاونا هذا تصميم مدينة فاس طبعا العدواتين عدوة الأندلس وعدوة القراويين كما ترون هذه عدوة الأندلس وهذه عدوة القراويين إذن هذه الفراغات سنقوم بملئهم بما يناسب لاحظوا هنا الوادي الكبير هنا الصور الحالي الصور الإدريسي هو هذا هذا الصور الإدريسي والصور الإدريسي والذي عنده نقطة وهذا الصور الإدريسي وهذا الصور الحالي لكن منهما الأربع الإطار هذا نقوم بملئه بما يناسب أملأ أملأ الفراغ بما يناسب أعطي بعض العوامل التي ساعدت على رواج مدينة فاس في الأدريسة ما الذي جعلها فيها الرواج مدينة فاس هذا طبعا بمكون التاريخ أظن بالنسبة الجغرافية كما ترون جاية عشر نقاط أسجل أسماء القارات على خارجة العالم المصطحة طبعا عدنا أقيانيا إفريقيا آسيا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هنا هذه الخارجة المصطحة هنا عدنا المحيط المتجمية الشمالي هنا القارة القطبية الجنوبي والمحيط المتجمية الجنوبي هنا المحيط الهندي كما درسنا هنا المحيط الهدي وهنا المحيط الأطلنطي وهنا المحيط الهدي إذن هذا واحد أي قارة هذا اثنان أي قارة نقيدهم هنا واحد هنا هنا اثنان ثم ثلاثة هذه القارة هذه ثم أربعة القارة هذه وأخيراً خامسة هذه القارة هذه لم نعطيها هي أقيانية طبعاً هي أقيانية ما أعطيناها رقم نعم التمرين الثاني أحدد النطاقات المناخية العالمية الكبرى أحدد النطاقات المناخية العالمية الكبرى إذن عندنا ثلاث نطاقات يبدو من خلال الأسطور ما الذي يفصل بين نصف الأرض الشمالي والجنوبي ما هو الخط الذي يفصل بين نصفي الأرض يعني الشمالي والجنوبي نعم هنا السؤال الموالي الثالث أحدد نطاقين المناخيين يمتد فيهم المغرب المغرب يمتد في نطاقين المناخيين ما هو في النصف الشمالي ثم النصف الجنوبي ما هو النطاقين المناخيين الذي يمتد فيهما المغرب أعطي مدلول حور أعرف النطاق الزمني يبدو السؤال الأخير في التاريخ الجغرافية أصله بخط توقيت غرينيش هو التوقيت الإداري المحلي توقيت تعتمده الدول دون أن يكون مطابقة للتوقيت العالمي هو التوقيت المرجعي للنطاقات إذن أصله بخطين بين توقيت غرينيش أو الإداري المحلي وتعريف مناسب له هنا نمر إلى التربية المدنية تربية المدنية هذه عشر نقاط هنا قالوا أن السؤال أجيب بصحيح أم خطأ أجيب بصحيح أم خطأ هنا قالوا أن عند استعمال الأنترنت أتواصل مع من أعرفهم ومن لا أعرفهم لكانت صحيح أن أدروا طبعا أنها صحيح أم خطأنا معروفة لا أعطي عنواني أكتب شيئا عن حياة الشخصية إذا كان لأدنى شك أخبروا ويدي أو من أثق فيهم إذن هنا ندروا علامات إما صحيح أم خطأ من مورها التمرين الثاني أضع علامة أمام الجواب الصحيح إذن عندنا هنا ها عبارات هنا واش نعم لا ثم هنا بشروط نعم بالنسبة لولا أحس بالآمان في مدرساتي واش لأنني أساهم بفلكاتي في نشطري أم لأن العنف منتشر فيها ونعم عندما يجدو حراس واش بشروط إذن اختيار المناسب عندما يغضبني أحد أشموه ليس خطأي لا أجتموه الغضب وإحساس الإنساني أتحكم فيه لأنني أعيش في جماعة لا إذا كان أكبر من السن بشهر الزم سنختار الجواب الصحيح لا أغش لأنني أعيب أضراره علينا نعم أو لا أم خافة من العقاب واش غير مخافة من العقاب أم نعم إذا كان الآخرون لا يغشون عندما أتعاهد بشيء أقوم به أحس في داخلي واش بالمسؤولية نعم أم لازلت صغيرا غير مسؤول نعم إذا وجدت وقتا لذلك للرفع من ثقتي بنفسي واش الصخرية بمشكل من أشكال العنف لا هنا أصخر من الآخرين واش للرفع من ثقتي بنفسي أم الصخر يشكل من أشكال العنف أم لا سنختار الجواب صحيح ونضع فيه طبعا العلامة الآن بعدما تقوموا بإجاز أبناء الأعزاء الآن سأظهر لكم الإجابات لكي تقارنوها مع إجاباتكم نعم بالنسبة للتاريخ هذا الرمز يعبر عن بقايا عظمية سبق ونشرنا درسنا في الخمسة والخامس والسادس هذه مغارة ثم هذه الرمز أدوات حجرية وهذه رسوم ونقوش صخرية إذن هنا نقطتان سهلة بقايا عظمية مغارة أدوات حجرية رسوم ونقوش صخرية نعم نعم هنا أحدد الأنشتر التي تعطى إلى إنسان العاقل قديم هنا قالوا لنا أين تم اكتشاف بقايا العظمية بالمغرب الذي يرجع عمرها إلى ثلاثم سنة فطبعا تم اكتشاف البقايا في جبل إغودة في منطقات اليوسفية إذن تم اكتشافه في جبل إغودة في منطقات اليوسفية الثلاثمين الثاني كانت وتعيد من الضراق مارس الأماضيق وأنشطة اقتصادية قلنا متنوعة وكانت لهم معتقداتهم دينية خاصة وخلفوا بعض الآثار إذن بعض الأنشطة كتموا مارس الزراعة تربية المواشي طبعا وهناك أنشطة أخرى يكفي أن نذكر الأقنجوج هنا أذكر اسم الملك أماضيق قديم هو يوبا الثاني كان مشهور عن ثم أذكر المعتقدات التي كانت سائدة في المغرب القديم كانت المعتقدات الوثنية المسيحية واليهودية وسبق أن درسنا وقلنا أن المسيحية واليهودية عاشت جنبا إلى جنب كان هناك قيمة التسامح إذن كالوثنية المسيحية اليهودية بالنسبة لهذا ما ملأناهم جامع الأشياخ جامع الشرفاء هنا مدينة فاس هنا العالية البرزمة العالية وقلنا هذه هي عدوة الأندلس وهذه عدوة طبعا القارويين كما درسنا نعم هذه جامع الشرفاء أقل عليها العالية جامع الشياخ ثم مدينة فاس بالنسبة طبعا الموقع الجغرافي التي تعتبر فاس بمتابة القطب التي تجتمعه عنده المسائل من كل أنحاء المغرب فهي كانت موقع استراتيجي كما عدد خصوبة الأرض وكانت نبعا الدرجة الأولى أنها موقع طبعا جغرافي هام بالنسبة للجغرافية أسجل أسماء القارات على خريطة العالم المسطحة نعم إذن هذه هي أمريكا الشمالية هذه أمريكا الجنوبية هنا ثم 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 أفريقيا ثم ثم أسيا ثم أوروبا ثم 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 الثاني النطاقات المناخية العالمية الكبرى كانت نطاق بارد ونطاق معتادل ثم نطاق حار أحفظوها الشمزين نطاق بارد نطاق معتادل نطاق حار ومن خلال التعريف يتبعون أن نطاق بارد يعني يتميزوا بيودة شديدة ذا معتادل وحرم بحرارة شافيكم ما الذي يفصل بين نصفين الأرض الشمالي والجنوبي؟ إذن هو خط الاستواء خط الاستواء هو الذي يفصل بين نصفين الأرض الشمالي وطبعا الجنوبي هنا أحدد نطاقين مناخيين يمتد فيهم المغرية بعدنا نطاق معتادل في نصف الشمالية ثم نطاق حار الجنوب منعطي مدلول الحروف الشمالي هذه الـ هذا هو توقيت لغينيتش التوقيت المرجعي للنطاقات الزمنية توقيت المرجعي للنطاقات الزمنية التوقيت المرجل نعم هنا قالوا أنه أعرف النطاق الزماني نطاق سنحفظه يوحد منطقة زمانية تمتد على 15 طول ويقسم سطح الأرض إلى 24 نطاق بعد نطاقا بعدد ساعات اليوم إذن إذا ضربنا 24 في 25 وطبعا الدائرة عندها 30 درجة وبالتالي بساطة النطاق الزماني منطقة زمانية أعتذر نعم منطقة زمانية هنا وصلنا لنا نحن هنا قلنا نطاق زماني منطقة زمانية تمتد على 15 متر ويقسم سطح الأرض إلى 24 نطاقا بعدد ساعات اليوم عنبشي هنا أصله بخط توقيت غرينيتش ثم التوقيت الإداري المحلي فالتوقيت غرينيتش هو التوقيت المرجعي للنطاقات الزمانية طبعا هو اللي عنده السفر هو التوقيت المرجعي للنطاقات الزمانية والتوقيت الإداري المحلي واللي طبعا توقيت تعتمد الدول دون أن يكون مطابقا للتوقيت العالمي إذن التوقيت الإداري المحلي أو المحلي توقيت تعتمد الدول دون أن يكون مطابقا للتوقيت العالمي هنا أمشي طبعا الطبيعي المدني أجيب بصحي أم خاطئ هنا عند استعمال الأنترنت أتواصل مع من أعرفهم مع من لا أعرفهم الخطأ أتواصل مع من أعرفهم فقط لا أعطي عنواني جيد لا أعطي عنواني لأي أحد أكتب شيئاً على حياة الشخصية لا أكتب شيئاً على حياة الشخصية إذا كان لأدنى شك أخبروا وايدية أو من أثقوا فيهم طبعا جيد هذا تصرف حسن إذا كان لأدنى شكوا أخبروا وايدية أو من أثقوا فيهم نعم هذا صحيح طبعا نمر إلى السؤال موالي أحس بالأمان في مدرستي لأنني أساهم بسلوكاتي في ناشتري هذا هو الجواب صحيح أنا كان ساهم بسلوكاتي في ناشتري لأن العنف متشر فيها لا نعم عندما يجذو حراس لا عندما يغضبني أحد الشموه ليس خطأ لا لن أخبر الشمه وإنما الغضب إحساس إنساني أتحكم فيه لأنني أعيش في جمع إذا لا الشموه لأن الغضب إحساس إنساني أتحكم فيه لأنني أعيش في جمع مشي إذا كان أكبر مني الله لا أغش لأنني أعيب أضراره علينا جميعا مشي مخافة من العقابة خطأ نعم إذا كان أخر لا يغشون لا خايقون يغشون أنا لا أغش لأنني أعيب أضراره علينا عندما أتعهد بشيء أقوم به أحس في داخل نعم الميتاق هو تعهد والتزام إذن فأحس بالمسؤولية إذا ما ألتازم أو أتعهد فإني أحس بالمسؤولية لا يزيل تغييرا لا خطأ هذا نعم إذا وجدت وقت لدى الله فهو التزام فينبغي أن أوفر له الوقت الكافي لقيام بهذه المسؤولية أسخر من الآخرين للرفع من تقة بالنفس لا الصخرية لا تفيد في الرفع من تقة بالنفس الصخرية شكل من أشكالهم جيد الصخرية شكل من أشكال العنف إذن لا أسخر من الآخرين طبعا أتمنى لكم حظا سعيدا ترقبوا عن مقريب جميع امتحانات موحدة في باقي المستويات امتحانات موحدة في باقي المستويات